السلام عليكم كيف حاملين كانت منا تكونوا باخر وعلى خير غادي نقدم لكم بعض الاحداث الحلقة الاخيرة من المسلسل الجنين من مصديقة ايه غا نقول لكم باهجة شنو غا ديوقع ليها باهجة من بعد ما بغى حموضة يصفيها لها حموضة اتراجع لحقاش كي يبغيها بزاف ولكن ما قدرش انو يدي لها شي حاجة لي تقاديها موهي مصديقة ايه حموضة طلع ليه الدم بزاف لدرجة انو بكا وقلعة واطيف انا كان بغيها وما قدرش نعيش ابلا بيها موهي مصديقة ايه كذلك شفنا باهجة انها طلقت مع السيمو والسيد نكرها وقال ليه انا ما كان عارفكش انتي معطيتين اتشي حاجة وزاد كملها وجملها دفعها وطاحت موهي مصديقة ايه باهجة صافي غا دي تحقد على السيمو بزاف لان باهجة ماشي بحال حموضة كيف مانيت قالت للسيمو قالت لي عندك اسحاب لك انا هي حموضة لحقاش حموضة هو ما عندوش ديك الجرأة انو يصفي هالباهجة ولكن باهجة صديقائي عندها واحد الجرأة كبيرة انها تصفي هالسيمو لانا كما قلت لكم باهجة ماشي بحال السيمو السيمو ما عندوش يعني ديك النفس انو يصفي هالشي انسان خصوصا باهجة ولكن باهجة هي غا دي تصفي هالسيمو لحقاش غا دي تفشي تاني تاني مرة وغا دي نكرها وخصوصا امتا السيدة غا دي تحقد واحد لحاقد كبير بزاف لانا هي باهجة ما تبقى عندها مازل تشي خدمة من غير السيمو غا تحضي غارج داخل فين غا دي فين جاي ها دي المهم غا دي تبغي تعرف علاش بالضبط ما بغاهاش ديك سؤال لك يطرح حمودة على راسه وكيقول عش باهجة ما بغا تنيش باهجة غا دي تطرحه على راسه وغا دي تقول لاش سيمو ما بغانيش يعني شي كي عامل شي بنفس الطريقة ولكن شكل مستفد منها تشي كامل هو السيمو اللي اخذ الفلوسياد وزايد انو غا دي مشي الصافر ودو كل فلوس ما تعب علي ومتاشي حاجة ما ضربش عليهم تامارة مازل حمودة ضرب عليهم تامارة مازل باهجة هي ضربتها لهم تامارة كتسمع الهضرة من عند الناس خدامها لهم هار كتجمع دي ريال هو دي الحمودة ما كتخلي ما تسرق ما كتخلي ما تدي الناس ولكن في الاخر تحاجة ما بقتليها يعني حتى شي ريال ما خلتوا عندها كل شي احطتوا للسيمو يعني وش هذي تيقة زيدة بزاف في باهجة يعني زي باهجة امتيقنا من راسها ان السيمو كيبغيها ولكن لو كان فكرة غير شوية غا دي تعرف بان السيمو ما كيبغيهاش يعني اللي كيبغي كيبان اللي كيبغير كيعتك الاهتمام وكيهضر معاك ومهمة كيبان غير من تصرفات ديالو كيبان غير من الحظرة ديالو وما كيبغيكش كيبان كيقطع للك تليفون مرة يقول لك أنا مسالي مرة يقول لك إلا ما مساليش مرة لا سوفي بنوانس عيطيليا مرة هذه مهم كيبان غير الواحد فش كيبغي دي راسهم كلّك كيبغي يقول مع راسول لاذك الشخص كيبغي نرى كيبان إلا كيبغيك وكيبان إلا كنبغيح كيبغي المهمة أصدقائي بغيط نقول لكم أنه بهجة غا دي تبقى تابعة ولكن فين غا دي تحقدي ب فاش غادي تشوف السمو مع وحده آخر هاديك اللي كاعطيها ديماء وكي واعدها وهاديك يلي كيبغي هو هاديك ايها اللي كي يعطيها الوقت و هاديك يلي كيي واعد هادية البصح و تلقى دبها هاديك ماعطيها الشاني وقت حيت فاش كتعطي شي إنسان وقت بزاف و كتسوّل فيه والمهم كتعلق الأمل ديالك كامل في ذاك الشخص و هادي ذاك الشخص بقوة أنك ما كتعطيه ذاك الوقت ما كيعطيك ش حتى هو وقت المهم كما قلت لكم فاش غادي تشوفوا معدك السيدة اللي كي واعدها الموصف يتم ما فين غادي تسحقت بزاف وغادي تطلع عليها الدم وباهجة كما قلت لكم رمشي بحال سيمو باهجة صافي من بعد ما غادي تشوف خصوصا فاش غادي تشوف ما بقات مازال لخدمة لردمة لوالو حيتي كانت تخدمة عندها واطف صافي عواطف دبر ما غادي اشتحقل عليها اصلا هي عواطف ما كانتش كتحملها من الول ذلك اصديقائي تاجة سرقات لها موهم ساجة كي سحب لها بان هي لي سرقات الدب وماشي هي اصلا عواطف لسرقات الدب يعني اصديقائي باهجة ما بقى عندها تبلصة انها تمشي لها عائلتها ما في حالهم اصلا عائلتها كي قلوا لها سيرة خدمي وجيبي لنا الفلوس والموهم باهجة صافي قاعد ببنت سدف وجهة وزائد اصديقائي غادي نشوف را غادي ترجع مازال عند حمودة كي سحب لها بان حمودة صافي هو غير شياطة اضورتها ضور وترجع لحمودة ولكن حمودة صديقائي را ما غاديش يعقل عليها حمودة غادي تبدل وفاش غادي تبدل سياد وغادي يقول ليها لا وغادي يقول ليها انا ما بغيتكش عاد غادي باي بلها حمودة زويل حيش حمودة في الول ديما كان يقول ديما اه طيحات منو ومعطتهش قيمة ولكن غادي تندن بزاف لأن حمودة كان غادي بنيته حمودة كان كيبغيها لدرجة أنه ما كانش واحد غادي هز فلوسه وغادي يعطيهم ليك مدام أنه كيبغيك المهم أصدقائي غادي نشوفه بأنه غادي ترجع لعنده لكن حمودة ما غاديش يعقل عليها غادي قول لها سيري في حالك بعدي مني عواطف كذلك غادي جري عليها وغادي تقول لها بعدي من خويا انت خرجتي علي ديت لي فلوسه ولكن غادي تقول لها شوف انت راكي ما غاديش تربحي في الآخين راك ما غادي تصوري حتى شي حاجة حيث هي غادي تبغي مازا ترجع لي غادي تقول إيه وصافي فاش ما ما كيش سيمو أرا نرجع الوحدة حمودة راوقي له وردي ما هو كي تسناني را ما عمرو ما غا يقول لي يلا ولكن غا تصدم أصدقائي فاش غادي جري عليها ويقول لها سيري في حالك بعدي مني يعني إيه أصدقائي باهجة شمو غادي تدير كما قل لكم غادي تولي حاضية السيمو غادي تشوف هديك اللي معاه غادي تطلع عليها الدم وغادي تقول إذا ما علاش أصدلها عليها أنا مهم غادي شوف أصدقائي بأن غادي تخلي حتى غادي يكون بوحده الطريقة نيت اللي دار حمودة اللي ها في جدها حدا البحر هي غادي تحضي السيمو حتى غادي يخرج وغادي تضربه أصدقائي المهم هي اللي غادي تصفيها السيمو في الآخر لأن السيمو حتى هو ما غاديش يربح سيمو دوك الفلوس حتى هو ما غاديش يتبرع بيهم كيف ما كيحلم وكيقول نمشيل هنا ونصفر هنا ونجي من هنا بدوك الفلوس ديال باهيجة باهيجة أصدقائي حتى ما غادي تربح حتى شي حاجة في الآخر لأنها غادي تدخل الحبس وحمودتها هو ما غادي تربح حتى شي حاجة المهم هو صفي غادي بقى بوحده لحقاش ما ننسوش بأن حمودة حتى هو واحد الإنسان لهو خايب كان كيشفى الحج الدهبي كان كيسرق ديالناس كان فيه تخل ويد وخاوك كان فيه تدخل ما كانش كيخدم زيان يعني مني كل شي كان كييديرو على قبل باهيجة كل شي كان كييديرو أيتي حاجة تقول لي هيديرها صفر هدي جيب هدي ديرها على قبلها ولكن حتى هو خاصه يخلص وكيما قلت لكم أصدقائي رتع واطف حتى هي ما غاديش تبقى مع فاروق لأنه ولو تبقى مع فاروق فاروق ما غاديش يسمح لها لأنه هو عارف بأنه هي اللي خططات لهذا الشي كامل اللي يعني حتوق عليها ذاك المشكي لأنه ما بقى شكي تمشى وصدمة الكبيرة اللي غادي تصدمه كامل في الأخير أنه غادي لقاو دوك الأملاك ديال فاروق ما ما كتبهم مش ليهم يعني ما ما غادي خلي والو يعني كل شا صدقائي كتبوا الأم ديالو أختو يعني اتشي حاجة ما غادي تبقى العواطيف يعني تزوجة براجل ما عنده والو المهم هي غادي دار بالحساب أنه غادي كل واحد نهار غادي نطلق منه وغادي ندي فلوسي بعدها مهم غادي ندي شي حاجة منه يعني نعويل على رسو ولكن تشي حاجة ما غادي تديها يعني عواطيف غادي ترجع تاني لديك الدار في إنساكنا مع الأم ديالها ومع يعني أخوها وحتى الأم ديالها صدقائي ما غادي ربحواله لحقاش طماعة كتبغي الفلوس بثف كتر ما كتبغي يعني الإنسان كتبغي فلوسه واش عندك إلا ما كانش عندك تقول ليه الباب الحباب المهم كامنا صدقائي طماعين والطماع كفما كيقول ذاك المثال كيغالب وغير الكداب مهم صدقائي تشي واحد فيهم ما غادي ربح تشي حاجة وهذا شي صدقائي اللي غادي وقع في الحلقة الآخرة اللي فيه شي حاجة يعني شي حاجة في قلبه أنه باغي تبدال ومازال فيه واحد الحاجة واحد الجانب اللي هو واحد الإنسان اللي هو مزيان باغي تبدل ركعة تقراصه أما بالنسبة لوحد الإنسان اللي ما باغيش قاعي تبدل ركي يبقى غادي في ذاك الشي حتى ما كير بحواله في الآخر والمهم صدقائي بسلام عليكم وانطلقوا في فيديو مقبل إن شاء الله شكرا